بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسعلا بكم في الفيديو ده نسترد على حضراتكم عدة أمور مختلفة ومهمة لنظام التشغيل ويندوز 11 أولا طريقة الرجوع إلى النظام السابق بعد التركية إلى ويندوز 11 ثانيا إزالة تحسف الويندوز أولد الويندوز القديم وكيفية تحسف جميع الملفات المؤقتة لإخلاق مساحة كبيرة على كرس النظام وتسريع جهازك بشكل إن شاء الله يكون ملحوظ ولكن بعد هذا الفاصل القصير موقع سيدي كيدلز منصة معتمدة ورسمية في بيع الترخيص الرسمية والقانونية لتنشيط أنظمة التشغيل ويندوز 10 ويندوز 11 برو ومن خلال كود الخاصم الخاص بينا مو 25 تقدر تحصل على نسبة خاصم 25% على أي منتج موجود في الموقع ترخيص ويندوز 10 أو 11 أو حزمة تطبيقات أوفيس وغيره من البرامج والألعاب للتسجيل في الموقع بتضغط هنا على سان أب بعد كده بتضيف إيميل باسورد وبتأكد الباسورد مرة أخرى وإسمها والإسم أخير بعد كده سان أب وبيتم تسجيلك في الموقع بعد كده هنا في مربع البحث بتكتب ويندوز لكن أفضل الخيارات دي وأفضل خيار مناسب بالنسبة لك هو ويندوز 10 بروفشنا لأنك تقدر من خلال المفتاح ده أن تنشط به بشكل عادي جدا ويندوز 11 وأيضا تقدر تحول من ويندوز هوم إلى ويندوز برو وطبعا أرخص المفاتيح اللي موجودة بتضغط عليه بعد ذلك بتضغط هنا على هنا بتضيف كود الخصم وبتلاقي إن أصبح سعر النسخة زي ما انتم شايفين خمستاشر دولار بعد كده بتضغط هنا على بعد ذلك بتحدد وسيلة الدفع الخاصة بيك بالنسبة لحديد بيبال بعد ذلك بتضيف بيانات حساب البايبال الخاص بيك وبيفتح ليك حسابك على البايبال سعر النسخة خمستاشر دولار وسبعين سنت بتضغط على متابعة وفي الحالة دي بتتم عملية الش بترجع تاني إلى الموقع وبتضغط هنا على حسابك الشخصي بعد كده يظهر سنتر بعد كده هتلاقي عندك هنا عبارة جيت كود هتضغط عليه هيتم إظهار الكود بتاعك هتحدده وتتوجه إلى الاعدادات بعد كده بعد كده بعد كده بعد كده بعد كده بتضغط على وبيتم التنشيط والأكبر دليل إن مفاتيح ويندوز عشرة يمكنها تنشيط ويندوز حداشر بشكل عادي جدا ملف ويندوز القديم أولا أهميته إنك تقدر ترجع به إلى الويندوز القديم من خلال الفترة اللي ما حددها مايكروسوفت اللي هي غالبا بتكون عشر أيام أو أكتر من كده إلى حد ما أو في بعض الأحيان بتزيد لو إنك جربت ويندوز حداشر وقررت إنك ترجع مرة أخرى إلى ويندوز عشرة أو النظام اللي كنت بتستخدمه قبل كده في خلال الفترة دي اللي هي عشر أيام تقدر إنك ترجع بكل سهولة دون فقدان أي بيانات فقط هو اللي هيتم حسبه هو أي شيء أنت سببته على ويندوز حداشر بعد مركة من ويندوز عشرة إلى ويندوز حداشر لكن البرامج والتطبيق اللي كانت موجودة عندك على ويندوز عشر قبل التركية دي هتفضل زي ما هي مش هيتم حسفها فطبعا بعد انتهاء المهلة إذا كانت عشرة أيام أو إذا زادت بعض الوقت بعد انتهاء المدة دي أو بعض انقضاءها لا فائدة من هذا المجلد غير إنه بيشغل مساحة كبيرة جدا وبيصيب النظام عندك ببعض البطر فلو إنك قررت الإبقاء على ويندوز حداشر يفضل إنك تحذف هذا الملف حتى قبل انتهاء المهلة تقدر إنك تحذفه أو تقدر ترجع إلى النظام السابق من خلال إنك بتفتح قائم بعد كده الاعدادات بعد ذلك سستم ثم بعد ذلك لو إنك قررت إنك ترجع إلى النظام السابق زي ما انتم شايفين حضاركم جو باك ويندوز تن على أساس إن أنا كنت عامل تركية من ويندوز عشرة إلى ويندوز حداشر بالنسبة لك ممكن تكون يعني ممكن إنك تكون عامل تركية من ويندوز سبعة إلى ويندوز إليفن في الحالة دي هيتم رجعك إلى النظام اللي انت كنت بتستخدمه قبل ده طول ما الخيار ده متاح معك اللي هو جو باك ده تقدر بكل بساطة إنك ترجع إلى النظام السابق. بتضغط هنا على بعد ذلك هنا بيطلب منك اسباب الرجوع الى النظام اللي قبل كده اللي هو كان وندوز عشرة بتحدد اي سبب من الاسباب دي او كلهم بعد كده نكس. بعد ذلك لو انك ضغط عليها بيحولك الى خدمة لاستكشافها من وجود تحديثات على اساس انه ربما يكون كان في عندك مشكلة ويكون في تحديث متوفر يحلي لك هذه المشكلة. بتضغط بعد ذلك هنا على هنا زي ما انتم شايفين بيقولك ان اي اعدادات انت غيرتها او اي تطبيقات او برامج سببتها على وندوز حداشر بعد التركية فقط هي اللي هيتم حزفها. لكن اي شيء كان موجود قبل كده على وندوز عشرة ده هيتم الابقاء عليه مفيش مشكلات. بعد كده بتضغط نكس. بعد كده نكس مرة اخرى. وهنا زي ما انتم شايفين حضاركم جو باك تو وندوز عشرة. بعد ذلك دي اخر خطوة بتضغط عليها. بعد ذلك الجهاز بيعمل اعادة تشغيل. ومش مطلوب منك اي شيء بعد كده. غير بعد العودة الى سطح المكتب مع النظام السابق اللي انت كنت بتستخدمه. لكن لو يرجو باك ده غير مفاعل معك. يبقى في الحالة دي كده هيكون غير متاح معك الرجوع الى النظام السابق. من خلال الخطوات اللي احنا وضحناها لحضاراتكم دي. بعد ذلك ننتقل الى حزف الملفات المؤقتة وحزف القديم اللي هو الويندوز. بنضغط على هنا مرة اخرى. بعد ذلك وبتنتظر عدة ثواني الحين استكشاف وتحليل كورس النظام او مساحة التخزين على الجهاز بتاعك. بعد ذلك بتضغط هنا على الملفات المؤقتة. بتضغط هنا على بعد ما بتضغط على بيتم تحليل كل الاقسام اللي موجودة قدام حضاراتكم دي. مبدأيا النظام السابق او النظام السابق اللي انت كنت بتستخدمه قبل كده. بالنسبة لي زي ما انتم شايفين حضاراتكم خمستاشر جيجة من مساحة كورس النظام مستغلها. بالنسبة لك ممكن تكون اكتر من كده. طبعا لو انك قررت الابقاء على ويندوز 11 فطبعا ما لوجه داعي الملف ده تقدر انك تحزفه بحيس انك توفر مساحة من على كورس النظام. وايضا تعطي النظام عندك بعض السرعة. وكذلك الحال لو انه غير متاح معك الرجوع الى النظام السابق من خلال خيار جوباك اللي وضحناه لحضاراتكم من شوية. وما فيش داعي انك تخلي او تحتفظ بالملف ده عندك. فاحنا بنحدد الملف ده على اساس ان احنا نحزف القديم. بعد ذلك سلة المحزوفات بالنسبة لي عليها ستة جيجا محزوفات. طبعا بالنسبة لي انا ملهاش داعي فانا هحدد خيار سلة المحزوفات بحيس ان يتم حزفه. بالنسبة لك تقدر تراجعها ولو فيها شيء مهم تقدر انك تنقله على كورس تاني. بعد ذلك على سبيل المسال بالنسبة للخيار ده. لو انك على اصدار ما من حداشر. بعد ذلك تلقي التحديس. بيتم الاحتفاظ بالاصدار القديم من التحديس اللي قبل كده. على اساس انك ممكن تواجه مشكلات في التحديس الجديد. فمن خلال الخيار ده تقدر انك تحزف التحديس الجديد وترجع مرة اخرى الى التحديس اللي قبل ده. لكن مدام الاصدار اللي انت عليه مستقر فطبعا ويندوز كرين اب خيار ملوش داعي او ملفات ملهاش داعي انك انت تحتفظ بها زي ما انتم شايفين حضاركم تلاتة جيجا ونص بالنسبة لي مستغلين ايضا من على كورس النظام وايضا بيصيبوا النظام بالبطء والتقل. بعد ذلك كل الخيارات اللي انتم شايفينها قدام حضاراتكم دي مفيش فيها شيء مهم غير التحملات. لو انك عندك شيء مهم على التحملات بتفتح مستكشف الملفات بعد كده ده خيار داونلود ده زي ما انتم شايفين دي التحملات لو انك بتحتفظ ببعض التحملات على مجلة داونلود وفيها شيء مهم يفضل انك تشيله وتنقله في اي كورس تاني. لكن لو ما عندك اش اي اقراس اخرى تنقل فيها الاشياء دي تقدر انك ما تحددش خيار داونلود ده لانك لو حددته هيتم حزف. بالنسبة للحاجات اللي موجودة على داونلود مش مهمة فهحدده. زي ما انتم شايفين كده اجمالي ملفات المؤقتة اللي موجودة على النظام عندي بما فيها الويندوز القديم بما فيها الملفات القديمة من التحديثات اللي قبل كده خمسة وعشرين جيجا. طبعا خمسة وعشرين جيجا مساحة مستغلة من قرص النظام ده اول شيء تاني شيء بتصيب النظام عندك بالبطء وبمجرد حزف هزي الملفات النظام عندك بنتاج وبتحس بفارق ملحوظ في عملية سرعة الجهاز بتاعك. وبعد ذلك بتضغط هنا على بعد كده طبعا هنا ان الملفات دي هيتم حزفها مش هتقدر انك ترجع ليها تاني. وكذلك الحال بالنسبة للنظام السابق مش هتقدر انك ترجع الى النظام السابق. بالنسبة لي هضغط على 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 اساس ان انا خلاص محتفظ بويندوز حداشر ومش هرجع الى النظام السابق. وكل الملفات اللي انا حديدتها دي مهملات بالنسبة لي وانا مش محتاجها. هنتظر انتهى الخطوة دي والنرجع مع حضراتكم مرة اخرى. وبكده زي ما انتم شايفين حضراتكم نكون تخلصنا من كل الملفات ايدي منهاش لازم على الجهاز بتاعنا. خطوة اخيرة بقى هنشيك على حزف جميع كل الملفات المقاطة. بعد كده نكتب الامر ده مرة اخرى او وتحزفها. مرة اخرى بعد كده وتضيف على كلمة دي علامة في المية في اول كلمة وفي اخرها. بعد كده اوكي. وتحدد كل الملفات دي في بعض الملفات مش هترضى تتحزف على اساس ان هي خاصة بالعمليات اللي الشغالها دلوقتي على الجهاز. هتحدد الخيار ده بعد كده بعد كده بحيث ان انت تتجاهل العملية دي. بعد كده هتفتح تاني او على بعد كده بعد كده اكتب الامر ده بعد كده اوكي. بعد كده هنا وهتحدد كل الملفات دي. بعد كده وبنفس الكافية هيتم حزفها. في بعض الملفات ايضا الخاصة بالعمليات اللي شغالها دلوقتي على الجهاز. هتضغط على الخيار ده بعد كده وبكده تكون تخلصت من كل الملفات المؤقتة والملفات الزائدة على الجهاز بتاعك بكل سهولة. هتفتح بقى سلة المحزوفات هتلاقي كل الملفات المؤقتة دي اصبحت موجودة في سلة المحزوفات. هتحددها كلها بعد كده اوكي. وبكده يكون انتهى شرح النهاردة. اتمنى ان نكون قدرنا نفيد حضراتكم بشيء ان شاء الله ينال اعجابكم. ولو اعجابكم الفيديو لايك للفيديو وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.